اهلا بكم مجددا معكم نورس علي اليوم سنقومن مع والدرس الثالث هو الدرس الرابع بسلسلتنا فلنبدأ الفيديو فلدينا هنا 6 strings فلدينا can, man, fan, dan, run وpan والمطلوب يجب أن نكتب نمط يتوافق يكون الرابع الأول والثاني والثالث يتوافق مع هذا النمط والرابع والخامس والسادس لا يتوافق مع النمط الذي سنكتبه فدعونا يعني كالعادة نفكر بهذه نقوم بدراستها ونرى ما هو التشابه بينها أو ما هو الاختلاف فنلاحظ مثلا كلها تنتهي أو دعونا نقول كل السترينجز الستة تتكون من ثلاثة محارف وتحديدا حروف فإذا كلها تتكون من ثلاثة محارف وكلها يأتي محرف ثم يأتي بعده أن أن لاحظوا أن أن فإذا دائما يأتي محرف ويأتي بعده أن أن فنحن نريد أن نتوافق مع السترينج الأول الذي فيه س وبعده أن والثاني الذي فيه م وبعده أن والثالث الذي فيه ف وبعده أن أما لا نريد أن نتوافق مع التي فيها D وبعدها أن وفيها R وبعدها أن وفيها P وبعده أن فإذا لا نريد التوافق مع هذا الشيء فبكل بساطة يمكننا استخدام شيء جديد بالتعابير النمطية وهو أن نكتب أقواص مربعة بهذا الشكل جيد وأن نقول مثلا ما الأحرف التي نريد توافق معها نريد CMF فأكتب هنا CMF وثم أقوم بكتابة أن فإذا ماذا يعني ذلك طبعا أنا قمت بحل السؤال ماذا يعني ذلك يعني بكل بساطة اختر لي محرف واحد من المحارف التي وضعتها في أقواص مربعة فسيختار إذا كان هناك C وبعدها N توافق فإذا هناك C وبعدها N إذا كان هناك M وبعدها N توافق فإذا أنت ما توافق إذا كان هناك F وبعدها N توافق فإذا سيختار محرف واحد من المحارف الموجودة في الأقواص المربعة ويتوافق معهم هذا بكل بساطة مثلا إذا أردت أن أقول مثلا أقوم بإضافة حرف مثلا D هنا فقط لغايات التمرين فسأجد أنه أيضا سيتوافق مع Dan فوجد أن هناك D هنا وبعدها An مثلا إذا قمت بكتابة هنا R فسيتوافق مع Run فإذا هناك R وبعدها An طبعا هذا التعبير بهذا الشكل يتوافق مع هذا التعبير لكن إذا أردت مثلا أن أقول أن أختر واحدة من عدة محارف فيمكنني استخدام الأقواس المربعة فأقول C, M, F, Y, N بهذا الشكل فإذا هذا هو حل هذا السؤال وهذا بالنسبة لمatching specific character لهذا الدرس فإذا ألقاكم في الدرس القادم